الحديث السادس عشر عن عبد الرحمن بن عبد الله مسعود عن أبي عن نبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأى سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم راوة التلمذي وهو حديث صحيح نظر الله امرأا النظر الرونق حسن المنظر البهجة نظر الله دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينظر وجه من يبلغ حديثه للناس وأن يجعل في قلبه البهجة والسرور النظر والحبور لأن الله رزقه علما فاستعمله في نفع الخلق الرونق نظر دليل الرخاء ورفيف النعمة نظر الله قيل وجهه في الناس يعني جعله وجيها قيل حسن حاله جمل وجهه نظره نعمه ليه سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها إذن هذا إنسان سمع الحديثة ففهم معنى فوعاها ثانياً حفظها ثالثاً بلغها هذا الدعاء لإنسان قام بالثلاثة يحفظون السنن سنن النبي عليه الصلاة والسلام بوعي وفهم ويقضى ثم يبلغونها بأمانة وهذا الحديث أحد الأسباب التي اعتمد عليها الإمام النووي رحمه الله في جمع أربعينه الأربعين نووية من قام بهذه المراتب الثلاثة رزقه الله جمال الظاهر والباطن لأن النظرة البهجة والحسن على الوجه وبالتأكيد تتضمن في الداخل في القلب فرح القلب سرور القلب لذة القلب ابتهاج الباطن فجمع الله له بين البهجة والسرور والنظرة وقال الله عن نعيم أهل الجنة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا نظرة في الوجه وسرور في القلب النعيم وطيب القلب يظهر على الوجه نظارة قال تعالى عن أهل الجنة وجون يومئذ النظرة وقال هذه ما قلناها الآن ولقاهم نظرة سرورا نبوى شيء ما قلنا تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم طيب هذا الدعاء نظر الله لمن حافظ على سنته وفهم سنته وحفظ سنته وبلغ سنته سعى في نشر السنة بين الناس هذا من تجديد الدين مجازاتا له كما جدد الدين ونشر السنة في العالمين أن يجدد الله في وجهه هذه النظرة ويعيد الرونق إلى وجهه والحسن قال سفيان بن عيين رحمه الله لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نظرة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث بيان فضل العلم ونشر السنة وشرح الأحاديث تبليغ الأحاديث حفظ الأحاديث العمل بالأحاديث قال ابن القيم ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعى لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه مفتاح دار السعادة قوله فرب حامل فقه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ينقل الدليل شخص إلى شخص يفهم منه أكثر من الناقل وهذا من فوائد التبليغ أن يستفيد المبلغ وقد يكون له فهم ووعي وفقه أكثر من المبلغ فتحصل الفوائد العظيمة تحصل استنباطات تستفيد الأمة من اجتهادات المأخوذة من الأحاديث نأتي إلى الشاهد من الحديث الثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم لا يغل من الإغلال الخيانة الغل قيل الغل قيل يعني في بعض الروايات لا يغل في رواية لا يغل ورواية لا يغل أما بالنسبة يغل من الإغلال وهي الخيانة وأما بالنسبة يغل بفتح الهياء من الغل وهو الحقد والضغينة ما هو الفرق بين الغل والغل الغل هو القيد بضم الغين القيد الأغلال جمع غل أما الغل بكسر الغين الحقد الضغينة لا يغل لا يدخله لا يدخله ضغينة تزيل عن الحق فهذه الخلال تستصلح بها القلوب ومن تمسك بها طهر الله بها قلبه من الشر والفساد هذه الخصال تنفي الغل قال ابن القيم لا يبقى فيه غل من عمل بها نفى وطرد الغل وأخرجه من قلبه ولن يحمل قلبه غلا بل إن هذه ثلاثة تنقل قلب من الغل فالقلب يغل على الشرك ويغل على الغش يغل على البدعة والضلالة وهذه الثلاثة الشرك والغش والخروج عن جماعة المسلمين تملأه دغلا وغلا فإذا جرد الإخلاص والنصح وتابع السنة نفى ذلك وقوله لا يغل أو لا يغل عليهن قلب مسلم فيها أثر هذه الأشياء في القلب القلب إخلاص العمل لله أولا وهذا مطلوب في كل عبادة مطلوب في كل عمل صالح ولن يكون العمل صالحا إلا بركنه الأول وهو الإخلاص فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا إنما الأعمال بالنيات قال العلام الطيبي رحمه الله الخيانة في إخلاص العمل هي رؤية الغير يعني وأنت تعمل لا تنظر إلى عين بشر اعمل لله لا يهمك نظرة إنسان لا تراعي ذلك ولا يشرك بعبادة ربي أحدا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وجركه عندما يصرف ويخرج هذا من القلب فإن القلب يسلم يصبح صحيحا الصحة القلبية صحة القلب كما قال تعالى لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخرصين فلما أخلص قلبه لربه صرف الله عنه دواعي الفحشاء وصرف عنه التعلق بالفحشاء الوقوع فيها ولما قال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين استثنى قال إلا عبادك منهم المخلصين فالإخلاص هو سبيل الخلاص والإسلام مركب السلامة طيب إخلاص العمل الله هذا واحد ثانيا مناصحة أئمة المسلمين فمن نصح الأئمة والأمة برئ من الغل ولزوم جماعة المسلمين القائمة بالحق التي تحكم بالشرع لهم إمام لا يجوز الخروج عليه بل إن السبيل في التعامل معه ومعهم المناصحة وهذه المناصحة تخرج الغلة تبعد الفساد عن القلب وتجعل ولزوم جماعتهم كما جاء في الحديث يعني جماعة أهل السنة هم سموا أهل السنة والجماعة لاجتماعهم على السنة ليش سموا أهل السنة والجماعة السنة طريقة نبوية المحمدية محمد صلى الله عليه وسلم والجماعة لأنه مجتمعوا عليها ما تفرقوا مثل أهل الأهواء متفرقين أحزاب متناحرين متدابرين لا مجتمعين كلهم مجتمعين على هذه السنة لكن لما ترى الفرق رافضة خوارج معتزلة قدرية مرجئة جبرية واكبة خرص فرقوا دينهم شيعا كل حزب بما لديهم فريحون وإذا جئت كذلك إلى هذه الطرق الصوفية الذين يقدسون مشايخهم تقديسا ويجعلونهم فوق مرتبة الأنبياء بعضهم ومتناحرين ما يرضى الواحد يذهب إلى شيخ الثاني هذه مصيبة كبيرة رفاعية قادرية نقشة مندية عيدة الروسية الكمالية الكمالية المرسية البدوية الفنان خلاص فرق المسلمين المسلمون أمة واحدة جماعة واحدة أهل السنة الطائفة الناجية هذه هؤلاء يوم القيامة الله يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم أسعد الناس من يدعى بمحمد صلى الله عليه وسلم يوم ندعو كل أناس بإمامهم ندعوهم بإمامهم فلما يقال يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هنا السعادة ومن هم هؤلاء الذين يتبعون السنة يعني عندهم القرآن وشرح القرآن وهو الأحاديث مكبين على السنة وين الأحاديث ايش صحتها ما شرحها كيف العمل بها كيف تبليغها هذا شغلهم ولذاك يعني انتظن يعني مثلا أن الآئمة الحديث هؤلاء يعني ابتداء من كبار رواة يعني أبو غريرة وعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت ويعني كبار رواة بن مسعود عبد الله بن عمر أنس ثم أنزل إلى من بعدهم يعني من كبار رواة خرس وسعيد بن مسيب وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعلقمة وانت ماشي سفيان الثوري سفيان بن عيينة والأوزاع والزهري طبعا وبعد وانت اذهب شعبة بن الحجاج وطم روح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجا وأحمد ودار قطني وبيهقي وطبراني هذول هذول أهل الحديث أهل السنة هؤلاء هؤلاء نظر الله امرأتي هذا اللي يجمع طول عمره يجمع في صحيح البخاري كم سنة يحفظ له ألف ألف حديث ستمائة ألف حديث يختار منها حتى يخرج لنا هذا الصحيح يعني بدون المكررات إيش يعني قرابة ثلاث ألاف حديث قال النصح مناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المانع من دخول العدو عليهم فمن لزم جماعة المسلمين أهل السنة أحاطت به تلك الدعوة هذه الدعوة تجمع شمل الأمة تلم شعف الأمة هذا الحديث فيه الحرص على الإجماع والحرص على الإجتماع وتعلم شراع الإسلام ونقلها إلى الغير وتناقل الأحاديث ونشر الأحاديث يعني كل ما جاءك حديث صحيح من موثوق أو جهة موثوقة أو كتاب موثوق أو عالم موثوق وسارعت إلى نشره بوسائل النشر هذه الآن مواقع التواصل وسائل النشر الإلكتروني هذا 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 في الحديث وكذلك لما يحس الإنسان المسلم أن المسلمين إخوانه وأن الجماعة واحدة سواء كان العراق في الشام في اليمن العجاز هند السند مغرب كلهم كلهم وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطان تخيل الآن حديث تحيات كل يوم نحن ماذا نفعل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وندعو لهم كل حصر كل صلاة في كل صلاة هذه الثلاث خصال في الحديث تجمع أصول الدين وقواعده تجمع الحقوق تنظم مصالح الدنيا والآخرة فحق لله وحق لعباده وحق الله أن تعبده لا تشرك به شيئا وهو معنى إخلاص العمل لله وحقوق العباد قسمان خاص وعام الخاص بر كل إنسان والديه حق زوجته عليه ونحو ذلك وحقوق العامة الناس نوعان ورعاة ورعية حقوق الرعاة مناصحتهم تدلهم على الخير تحذرهم من الشر تأمرهم بالمعروف تنهوهم عن المنكر تعينهم على الحق والعامة تعلمهم تعظهم تعاون معهم على الخير واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا الدين النصيحة لمن يا رسول الله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هذه المناصحة ولزوم الجماعة والنصيحة الخاصة لكل مسلم النصيحة الخاصة لكل مسلم أن يؤدي إليه الحق إذا رآه على منكر وعظه ورآه على معروف شجعه وأيده وشاركه وسنأتي من مشيئة الله تعالى على بقية ترجمة نانسي قنقر